مبسوط ان فيلم زي تسليم اهالي بيتعرض برابقر مواسم العرض عندنا في مصر بيؤدي كويس تجاريا واراداته بتقترب من خمسة مليون جنيه في اسبوعه الاول على الرغم من ان الارقام دي عندنا فقدت قيمتها لان كل فيلم بيطلع يهبد اي ارادات ويدعي تحطيمه للارقام القياسية لدرجة اننا ما بقناش عارفين خمسة مليون جنيه دول كتير ولا قليل خمسة مليون جنيه يا جماعة تفويلتين بنزين وإزازة مياه كبيرة في الساحل مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو تسليم اهالي فيلم تسليم اهالي قصته بتركز على شخصية زاهية بنت بتحلم بانها تحب وتتحب وتتجوز واحلامها دي كلها بتتوجه لدكتور خليل ابن عمه وصدقي اللي بيتقدم عشان يتجوز والدة زاهية بوثاينة والخطوط ما بين زاهية وخليل بتتشابك لما بيكتشفوا ان اهلهم اعضاء في منظمة اجرامية خصوصا لما المنظمة دي بتفقد شيء مهم في احد العمليات وبيضطروا يكلفوا زاهية وخليل باستعادتها في رحلة مليانة مغامرات واخطار وفرص لان خليل يبتدي يحب زاهية زي ما هي بتحبه فيا ترى ايه اللي هيحصل فيلم تسليم اهالي مليان حاجات معادش عندنا منها كتير مخرج فاهم ان في الاعمال الكوميدية الاولوية المفروض تكون لرفع فعالية المواقف اللي بتضحك مؤلف سخي جدا في توفير فرص مبتكرة للكوميديا ممثلة صف اول عندها نشاط وطاقة ودمها خفيف بجد وممثل كوميدي صف اول برضو شكله لائق من غير ما يضطر يقلع لنا نصه الفؤاني بالاضافة الممثل يقدر يجسد شخصيات سنها كبير شوية وبطاقة كوميدية زي اللي عند بايومي فؤاد ودلال عبدالعزيز اللي براحلها بتسيب فراغ كبير جدا في اختيارات ادوار الام في الافلام الكوميدية كل اللي انا قلتهم دول يا جماعة مش معجزات والمفروض انهم يكونوا موجودين بوفرة في صناعة اكتر من 70% من انتجاتها طبيعت وكوميدية بس الشيء الصادم ان فعلا اللي زي الناس دول ما بقوش كتير لذلك لما سمعت ان الاسماء دي كلها بتجتمع في عمل واحد انا كنت متفائل بيه جدا تفائل تراجع شوية لما شفت التريلر بتاعت الفيلم لانها حقيقي ما كانتش موفقة وبعد ما شفت الفيلم نفسه تأكدت من ان زعلي من التريلر كان في محله تريلر فيلم تسليم اهالي ما بتعكسش واحد على عشرة من اللي موجود فيه فيلم كوميدي رومانسي اكشن خفيف ما بيزحش الضحك من اولوياته في اي لحظة ضحك متنوع ومبتكر وفعال جدا وملوش صاحب واحد كل شخصيات الفيلم تمتعت لحظاتها تحت اضواء الكوميديا كانوا ابطال مواقف واصحاب افهات بداية من البطلين والشخصيات المسندة الرئيسية مرورا بالشخصيات المسندة الفرعية وضيوف الشرف وشخصيات تانية كتير لا اعرف اسمها ولا اعرف اسم اللي مجسدها اقوى لحظات الكوميديا دحكتني من قلبي واقل لحظات الكوميديا تظل جيدة جدا وده على الرغم من ان فصول الفيلم كانت بتشكل تحدي بالنسبالي بداية الاحداث ادتني الانطباع ان الحدوتة بتاعتنا كلها حضور عن التوتر الرومانسي ما بين زهية وخليل مع شوية لعب على الشقوات بتاعت صدقي وبتاينة ولكن سريعا دخل معانا خط النشاط الاجرامي للعائلة والصراحة اول ما بدأ استغربته اولا لاني ما حستش ان دمه خفيف من التريلر وثانيا لاني حست انه مخطرة ملهاش داعي ليه ما نستمرش في السكة الامنة بتاعت المواقف الكوميديا الرومانسية الخفيفة وخلاص بس الفيلم كسب الرهان بتاعه واللي طلع من فكرة ان العائلة بتاعتنا يكون عندها نشاط اجرامي على مستوى الافهات والمواقف كان من انجح ما يمكن وبعدين استمرت الاحداث لحد لما قدمت لنا شخصية كبائر اللي جسدتها لوسي وكمان مرة استغربت برضو لاني لقطات الشخصية في التريلر ما كانتش حلوة وبرضو لاني كنت حاسس انها مخطرة ملهاش لازمة وبرضو الفيلم كسب الرهان بتاعه لوسي في تكسيد الشخصية داخل الفيلم كانت لطيفة لدرجة مفاجأة جدا بالنسبالي وطبيعة الفصل نفسه ادخل التغيرات على شخصية زهية وتغيرات على شخصية خليل خلوهم يقدموا كوميديا غير اللي قدموها في الفيلم كله ومخاطرات الفيلم ما توقفتش هنا دخلنا في فصل اخير ممكن نقول انه من بطولة محمد ممدوح اه يا جماعة على عكس كل الناس اللي ظهروا في التريلر وتوقعنا ان ادوارهم شرفية لوسي ومحمد ممدوح في تقدير الشخصي لهم ادوار بجد وعلى عكس لوسي اللي نجحت في تقدير الشخصي بشكل غير متوقع محمد ممدوح نجح جدا برضو بس بشكل متوقع يعني فصل ضريف جدا وبردو ناجح جدا كوميديا وخلاني الاحظ حاجة ما كنتش واخد بالي منها ان التوتر الرومانسي ما بين الشخصيتين الرئيسيتين كان فعلا هو الموضوع كله من البداية للنهاية وان حالة الحب اللي من طرف واحد تطورت تدريجيا عبر احداث الفيلم لغاية لما وصلت لشكل العلاقة اللي في الفصل الاخير يعني كان عندنا عمود فقري والاحداث كانت مشدودة عليه بشكل لائق انا اختبرت فيلم بيدحك ومتماسك ولوه معنى رغم اني كنت براهن ضده في كل فصل فيلمنا الموسيقى بتاعته جميلة جدا وصورته جميلة جدا وفيه اجتهاد واضح في اختيار وتصميم اماكن التصوير اللي كانت متعددة ومتنوعة بشكل كان ممكن تجنبه وانا هنا ما بقولش ان كان افضل تجنبه انا بحاول اقول ان الفيلم ده صعب على نفسه عشان يقدم تجربة كوميدية متكاملة او يمكن اللي بحاول عامله هو اني اوصل للناس ان الفيلم ده مش شبه المواد الدعائية بتاعته البوستر المتواضع التريلر الغير موفقة قلة اللقاءات والحوارات اللي حواليه حاجات ممكن تدي انطباع للجمهور ان الفيلم ده كان متخزن في العلب وطلعوه عشان يعرضوه في اي وقت وخلاص ومن الواضح طبعا ان الفيلم تعطل فعلا عقبال ما تعرض بس انا بأكد لكم ان جودة الفيلم ملهاش اي علاقة بالموضوع ده ده فعلا حاجة منعشة وتستحق المشاهدة فرصة اننا نشوف هشام ماجد في بطولة كوميدية رومانسية واخد فيها المساحة اللي هو محتاجها فرصة اننا نشوف بيومي فؤاد في دور بجد بدل التخطيف اللي هو معودنا عليها دي فرصة اننا نشوف دلال عبدالعزيز لمرة اخيرة في واحد من امتع واجمل ادوارها وفرصة اننا نشوف دنيا سامير غانم لربما تقتنع ان مكانها الطبيعي هو السينما عشان تقدم الادوار اللي محدش تاني بيقدر يقدمها واحدة طوال احداث الفيلم بتخلق تراجع مقصود في مظهرها عشان تخدم الدور وتخدم الكوميديا واكتهاد واضح في انها تضحك المشاهد مش اللي هو كالترخيري اني جاي اهزر معاكم شوية فرصة اننا نعمل لايك للحلقة دي لو ما كناش عملنا ونشترك في القناة لو ما كناش مشتركين وفرصة اننا نشوف اداء كوميدي مساند له قيمة من الجميع مفيش ولا دور في الفيلم يا جماعة دم متقيل ومفيش ولا دور مساهمش في الكوميديا متصدقوش البوستر يا جماعة ومتصدقوش التريلر متصدقوش اللي الفيلم ده حاول يقولوا عن نفسه ده فيلم حلو والله وجبة كوميديا لطيفة مناسبة لكل افراد العيلة استنوا اه اه مناسبة لكل افراد العيلة اعتقد يعني اداء كوميدي ناجح من الجميع من اكبر دور لاصغر دور وقصة جيدة جدا فيها خط رئيسي متماسك وبيتطور مع الوقت وفصول متعددة وفيها مخاطرات كبيرة كنت بافصل شوية في اولها ودي مشكلتي الوحيدة مع الفيلم بس كانت دايما بتتحسن مع توالي المشاهد تقييمي لفيلم تسليم اهالي هو تمانية ونص من عشرة واتمنى فعلا انه يلاقي النجاح التجاري اللي يستحقه مناقشة الحلقة ايه هو افضل فيلم عربي شاهدته في 2022 لحد دلوقتي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونييمو انستجرام اشتركوا في القناة